اهب منية العلم اذا وصف بالجاهل ولو كان من اجهل الناس فاهمية العلم مدركة بالفطر وجاءت النصوص المتظافرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان اهميته وبيان فرضيته وبيان قيمته لتصحيح العمل المطلوب من المسلم فالجاهل قد يعمل اعمالا قد تكون وبالا عليه فالعلم يصحيح الاعمال فالاعمال الواجبة لها شروط ولها واجبات ولها اركان لا تصحي الا بها فاذا جهلها المسلم فكيف تصحيح عبادته نعم هناك اشياء تتعلم بالتقليد وبالتأسي العملي لكن هناك امور لا يمكن تصحيحها الا بمعرفة اركانها ووجباتها وشروطها نعم قد يصلي المسلم العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بشروط الصلاة ويأتي باركانها بالعمل والتوارث لحسب ما نظر وراء من اهله وذويه ولذا شرعت الصلاة في البيوت عن النوافل من اجل ان يقتدي المسلم بمن سبقه فالابن يقتدي بابه والاب يتأسى بمن قبله وهكذا هذا القدر المصحح للعبادات من هذا الاقتذاء والاتساء لا شك انه مهم جدا لكن يبقى ان من عرف الحكم بدليله واخذه من مصدره لا شك ان نيته تفوق من اخذ عمله بتقليد اضعاف مضاعفة